بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحفه وسلم أجمعين أما بعد فلازلنا في الوحدة الثالثة من شرح مادة مصطلح الحديث وفي هذه الوحدة في المحاضرة الثانية سوف نكمل ما يتعلق بالحديث المتواتر وكنا فيما سبق بينا أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى اسمين الحديث المتواتر والحديث الآحد وكنا في المحاضرة الأولى تكلمنا عن تعريف الحديث المتواتر وعن شروطه وعن حكمه هذه ثلاث مسائل سبقت لنا في المحاضرة الأولى ونستكمل في هذه المحاضرة ما يتعلق بالحديث المتواتر فنقول في المسألة الرابعة وهي ما يتعلق بأقسامه أن هناك عدة تقسيمات للخبر المتواتر ومنها أن العلماء يقسمون الخبر المتواتر لقسمين هما لفظي ومعنوي أي المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي فالمتواتر اللفظي يعرفونه بقولهم هو ما تواتر لفظه ومعناه هو ما تواتر لفظه ومعناه ويمثلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والحديث في الصحيحين ورواه بضعة وسبعون صحابيا فهو متواتر بهذا اللفظ يعني لفظه ومعناه وإذا تواتر الحديث باللفظ فمما لا شك فيه أنه سيكون بنفس المعنى ولذلك قالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني من بنى الله بيتا يعني في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة فهذا حديث يعتبر حديث متواتر بلفظه متواتر بلفظه ولذلك يسمونه المتواتر اللفظي القسم الثاني وهو المتواتر المعنوي ويعرفونه بقولهم هو ما تواتر معناه دون لفظه ما تواتر معناه دون لفظه فالمعنى مشترك ورد في عدة أحاديث لكنه لم يرد بنفس اللفظ ويمثلون لذلك بحديث رفع اليدين في الصلاة أي عند التكبير حينما رفع الإنسان يديه عند التكبير أو في الحالات الأخرى أيضا التي ورد فيها رفع اليدين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة ليست في قضية واحدة فكل قضية منها بحد ذاتها لم تتواتر والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق فهذا لذا يقال له المتواتر المعنوي ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بوجود الحديث المتواتر وهي المسألة الخامسة بمعنى هل الحديث المتواتر كثيرة تساوي الآحاد أو أقل منها أو أكثر طبعا لا مقارنة بينهما أكثر الأحاديث هي من قسم الأحاد الذي سيأتي بيانه إن شاء الله لكنه يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة يوجد عدد لا بأس به أوصلها بعضهم إلى 150 حديثا قوليا وبعضهم يجعل الأحاديث المتواترة نحو 300 حديث وهي لا تقارن حقيقة بأحاديث الأحاد فهي أحاديث الأحاد بالآلاف من الأحاديث المتواترة أحاديث الحوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في وصفه وفي ذكره وبيان أحواله أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر ورويت عن عدد كبير من الصحابة أوصلها بعضهم إلى 50 صحابيا كذلك أحاديث المسح الخفين وثبوت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه رويت عن ما يقرب من 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث رفع اليدين في الصلاة وقد مضى الكلام عليها ورويت عن أكثر من 50 من الصحابة وكذلك حديث نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدها كما سمعها أيضا هذا من الأحاديث المتواترة وقد رواه أكثر من 30 من الصحابة وهكذا في كل طبقة من طبقات هذا الحديث أيضا كان متواترا وغير هذه الأمثلة أحاديث كثيرة وردت ووصفت بالتواتر لكن كما سبق وبينا أن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث الأحاد بقي عندنا مسألة آخيرة وهي أشهر المصنفات في الحديث المتواتر فنقول أن العلماء رحمهم الله كما اعتنوا بكل أنواع علوم الحديث اعتنوا كذلك بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها والمصنفات في ذلك كثيرة ومنها الإمام السيوطي رحمه الله المتوفى في عام 1911 تقريبا ألف كتابه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة وهم رتب على الأبواب وكان يذكر كل حديث ويذكر إسناده إلى من أخرجه عنه ثم لخصه بعد ذلك في كتاب آخر سماه قطف الأزهار وهو تلخيص كما ذكرنا للكتاب السابق اكتصر فيه على مجرد العزو إلى من أخرجه ثم جاء محمد بن جعفر الكتاني فألف كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر نظم المتناثر من الحديث المتواتر جمع فيه الأحاديث التي تذكرها الإمام السيوطي وزاد عليها وهو كتاب متداول وهو من أوفى ما ألف في الحديث المتواترة وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالحديث المتواتر ونقف فيه عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم